اشتركوا في القناة جينا باش نحضر اليوم هاكا وصفيت مزينا باش نفرح بيكم انتم اقبل كل شاي وبعد نفرح بالاولاد جاي بحثي يا ولدي من تونس وزادة بنتي جيت بحثيها ساحبتها اتلمت الطبيولة باش نعمل اليوم روز جربي كما تعرفوا روز الجربي يحبوه الاولاد برشا وعملت معاكم برشا مرات في القناة اكيد تعرفوه وبالنسبة لجد انا عملته فيديو واحده معناها روز الجربي تنجبه تدخلو وتتفرجو عليه واحده اه نقول لكم هاكا عسرية اش مش نحضر فيه اليوم وعملت سالقو معا دنوس قصيتو قصيت زادة روي سبسال وقصيت الجيجة كبايتة تريفيت صغار اه باش نحطه مطول كل ما بعضهم ونفوحهم اكيد تفويح متاعنا العادي اه يبدأ فيما هاكا تيب الكروية كان عندك زادة هريسة عربي حط اه في الفل احمر اه في الفل اكيد ملح دي ما ترد بالك عاد من الملح نوصي فيكم ونعاود ها ويني وحتي تقرفو حتي تعفح النجمة هاذاكا وزيت الزيتون اه وبعد خلطو هاذا اول واحد عملتو راه هو اذا حذرتو راه مصبيح مش نبديو هاكا واضحين مبعاظنا قلت كل حاجة نعملها في عقلي حذرتو راه لنشربك الجيج لوفيح القل اه وكاو موكم تعرفوها عدا كل اسويس دي ما نعملها نحط الروز نخسلو نفورو تفويرا بركا مدة الدرج وبعد نرميها الخضره هاذي نخلتو مليح مليح وبعد نحطو يتفور كاو ما فيه شي هو مرتاحة لحقيقة بش نعمل كين شربت شيش اليومه نطيبها توا معاكم اذا كالعود النجمة اكل الفيح متاع النجمة يا ربي وكاو كمالك هني حتيت كل شي لكركمو مورو مريقلة اه حتيتو المره هذية ريفة كتمات المعجونة وإلا تحطو هريسة عربي كي ما تحبو حسينو وسيه المهل لعند الكل فك التفويحة ويقعد مصبيح مفوح قد ما يقعد قد ما يجيك بنين الروز اه شو بش نحضر اخر اليومه بش نعمل زيداك الخبزيات معاكم في الثوق هني عملتو لكم الادجان هبط في الستوري في الانستغرام وشافوه معنى المينو يصيح شافوه بش هكا بالتفصيل الممل في اليوتيوب علش ليه هني معاكم في اليوتيوب وفي الانستغرام هكي كعاملة جو واحدة في الكو جينا اه نحب نراو الحاجة هذي اللي نعمل فيها نعمل فيها بمحبة منيش نعمل فيها بالسيف نعليه بشا ناس تحسبوه بشا عليك تعب عليك راني اني الخدمة هذي اللي نخدم فيها اه قولوا احنا طوا قول قيلتي الطيب فعشيك ومنحق نهبط على اليوتيوب ونهبط على الانستغرام اما نهبط بمحبة بفرحة معنيها عم نجو عم نجو عم نجو منيش قاعدة نتعب بالعكس نقصدني حاجة كي من منصورش ليه بش نعمل شربت الشيش الشيش عندي ديارية طريقة الشيش الدياري دي منحطوه الشيش مع الطماط من بعض حتيته ترايفيته كي الحب معلوش شوية ليه وفوحت وفوحتهم مع طماط من فلفل احمر وفلفل اكحال ترايف كلاف الزيدة والملح ومبعد حتيت تشيش دياري ارميته فوسك السوس دوبا ما قليته شوية معه ومبعد امرقتها كهو الشربة هذي فيسا ما حبرتها وخليتها من بعد كسخنتها قبل المغرب وكهو عملتها خفيفة ما عملتش برشة معنيها تشيش عملت شوية كهو هيكيك جيني خفيفة ويزي فيها البركة اني يكون حب مذي بيا ساعات كان فضلت لحقيقة مش ربها ونحن من غدوة تقعد اماني نحب نعمل دي ما شوية شوية مش نعمل خبز بالثوم عملته لكم اقبل لما تول حب نذكركم فيه عملت كمية صغيرة معنيها ميتين وخمسين جرام فيرينة اوو كانت اسمع عبضي تقول لي اووش تعمل لك الميتين وخمسين ميتين وخمسين جرام فيرينة عليهم مغرفة صغيرة سكر ومغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة خميرة خبز كن في المغرفة الصغيرة وتحطوا كيكا شوية زيت زيتونة ولا زيت نبات وعبدت الموضوع من الطفل لتعجل دوما ميتها وقيتها نقصها بدلتها ميت وعملت حليب دجنت عملها حليب سافرة في ماني عملت الزوص وحتيتها في العجينة تتعجل نمليح مليح رشيت عليها شوية فيرينة اخليتها تخمر علي رويتها اكها وسيهلة في سا في سا رايمة تحذر قلت خليني نعملو هيدا مع الشربة لبنين بنين ما كم تعرفوه جربتو بحثو لي برشا تصاور على انستغرام انتاعي بالحق تصاور مزيانين اعطيكم سبعة سحايح حسلو الطريقة سهلة نحلوها لشكل مستطيل هكا يبدأ سمكها واحد سنتيمترا كهو رش الفرينة خطر العجينات تلسق ويزيكان حبيت الضعف في الكمية عملك خيريت اسمع رهو كي بيت مجرلو حتى شاي رهو بصراحة معناه اه طيبو واعمل حتى خمسمية جراء شوفها دي خمسمية جراء اللي تحب تعمل لك تبايق مليين ونقولو واحنا ميني هاتو تشوفوه تبايق متاعي كيف الجيب امتح فنسحيا نسحيا يزي خيريتو بركة بصراحة بالنسبة للوفيح حتيت زبدة زبدة هكا ذوبتها شويتونا بركة بش نحوط لها زوز مغارة في جبن اي جبن تحبو تنجم تعملها بلاش جبن مش حاجة لازمة معناها تعمل كين زبدة وتهرس زوز سنينة ثوم بالمهريس وتحط لها مفتيتها ملح وترايف مع دنوس خضراء اللي ميحبش جبن مش لازم يحط خاتر برشا ناس تتبع فيها على اليوتيوب حتى ملعايلة نوجه لهم تحية مجلوم تحية خاصة خاتر يقولوا لي يا صندس من حبش الجبن كيف امي رانا فردس ليلة يا صندس يبدو يتغبنوا عليك الجبن ما يحبوشي امي امي مضحكني كي تقول لي عني عمت لكك السباعة اللوتاني ديزلايك تعملي ارا هو حطيتك السلسل بيضة بنيتي راني ما يحبش يا امي انتي الوية تحط لي عمت في السباعة اللوتاني ما نخليها بيناتنا ما هو ما عجبتنيش تقول لك كي ما تعجبنيش الحاجة نعمل لك ديزلايك الشيه الشيه دربة من القريب ربي يحفظها وربي يفضلها وبرشا هكي كيف امي ميحبوش الفرماج ميحبوش السوس البيضة ميحبوش هيك الحاجة هيكي انا كي من هذي تنجم تستهن عليه الفرماج مش حاجة ليس ما معناه ويجيك بيزيتي شر وفيوحيه ان شاء الله كنوشي بحثة امي زيته تقول نعملهم لها هيك ونطيبوها في الدار ان شاء الله سلم عليكم بالمناسبة الناس الكراهي المهمة هيك الخليطك اللي حذرت وذيك الكل افرش وتوا عليك العجينة فلش ناشي توا هكي الثوم وكي الزبدة مثلا مثلا وانتي حليت الفرجيدير وملقيتش الزبدة والله راهي مشي حاجة كبيرة برشا تنجم تحط عوضو بالزيته عاتش بيه على التجربة عملتو مره نحيت معنى ما عندي جي زبدة عملت زيته وثومه مع الدنوس الزوز به اقلبتها والعجينة هيك حطها على الثين وبعد قصها سيه لو معروفة ميش صعيبا قصها هيك يا السمك اللي تحبوا بتبيعها حقشين صغار كي ما تحب انتي وتحطهم فتبايق ندهن لهم اللي جايهم تيحب يا تحبوهم بالزبدة وبنفس الخليط اللي عملتو انتي من الداخل وإلا بفص عظماء كيفي ايني يعني اليوم بفص عظماء والناس اللي بعثتلي البرح في الانستغرام ورينا تسوي الفيديو كامل راني يا زي زيتي الفيديو كي يبدأ تويل هكا ونفاهم في اليوتيوب خير من الانستغرام خاطر في الانستغرام يبدأ محكم فيا دي ما كالسوري يتاك هاو يعني مش حاجة كبيرة برشا واني الهنى لحقيقة في اليوتيوب نبدأ مرتاحة اكثر شديتها كي دورتم كي من هكا سهلة ولي ولي بشي نحطها معا توا فكت بايق وانطيبهم محليهم شكلهم كي بش يخرجهم بعد وبشي نجبي لكم توا حاجة حلوة للسهرية حاجة مقاع الخابئ زريقة اسهل وصفة وبنينا ومزينا اه وباي فيك يا عندك تنجم تعملها توقيني منكم بتعرفوني نسهل لكم نمور ها قلتا قلتكم عليش بش نسهل لكم نمور لحظة برك اذا مني خرجتهم طاوم الفور مستحزن وكي تخرجهم الفور تقلبهم على وجه همرا بش لا ما يعرقش من اللوطة بايق رجعتهم من الفور ومبعدي للا عندي لوز وعندي بفريوة فتايته منه وفتايته منه مش حاجة كبيرة معليها هنا انتي حسب قديش بش تعمل معناه نقوله احنا كيما بريكا بسفسيري ولا كل واحد كيفاش يسميها ملسوقة محشية باللوز وكهو المهم اخذيت لوز عرحيته هكي لوز عادي مش معرجها مال بفريوة عرشتها اخذيت مئة جرام لوز ومئة جرام بفريوة حتيتهم فتا السحيفة هذيكا وبش نحط لهم سكر محور سكر محور ما عنديش سكر ها مش ترحيته حتيت كيكا تليثة مغارف كبار حتى السكر تجم ترحيه ولي ازم المهم يكون محور وبرع خير اه باش نخلطو هالخاليب بالعطر الشيء ما كهو حاول انك تصب شوية مش بالبرشة راهو اللوز فيسا فيسا يتخلط رد بالك تولي وقتا بش تزيد في اللوز ولا تزيد حاجة ما عندكش لا لوز لعندك لا بفريو تجيب الكاوية ايش بيه تجي شديد حذرتهم الحقيقة ها كيكا بش يبدو سهلين مبعض اه بنيتنا مشي تبعثة لوليت بش يجيبو لي ملسوقة بكويت متع بكويت اه هي تجيبو لي ملسوقة عربي اقولتو لهم تاو كيفاش نقد ما نعملش ترخل نعملها ونشوفها كيفاش بش تجي جيتني لحقيقة بالملسوقة العربي تشره ماشي خايبة هي مش كما بصراحة كما البكويت ايما عديت روحها خطريني بش نكسرها مبعض ونفتفتها في وسط الصحفة قلت مش مشكل حذرتك اللوز هذيك حتي توفت بيق شديد الملسوقة متعي وقسيتها على ثمية مدى كوردو وبعد قات نسوي فيه معاد كما الشكل اللي يبدل مستطيل ومزيين ومسوي بالمقص نسوي كلك عيبة ناخذها نمسحها بالزبدة ليز ما كلمسحها بالزبدة اعمل لفتين ونص وقس هكا بالمقص ولا بالسكينة كلك عيبة هيكا شديتها مسحتها بالزبدة وحتيت لها كترايف الفيكي اللي عندي ولفيتها وحتيتها في تبايق ومشي طيبتهم في الفور دوبا ما حمرتهم جست اني هذو بنعمل فيهم خطرين بعد بش ننهروشهم معناها بيديتي ونحطهم في صحافي معروفة هي زريكا هيكا تجي خليت كعبتين ولا تليفة بش نزين بيهم الصحيفة اكاها فيها ببنة من بعد كي تهبط عليها الكريمة سخونة ها وقت تاتي كل بنة هانا كيف فكرة وتحليها مزيانة للسهرية متاع رمضان يعني منسيتكمش نحب ديما نجيبلكم محويج المهم الساهلة وابنينة وكيما قلتلكم نجم وتعملوها حتى بلكاكاوية حتى بلكاكاوية يزي خيريتو ويا فضل فضل زيدا من فوق اذي وصفة زمنية معروفة تويسة نعملوها وكهو هذو اللي حذرتو حتيتو في التباق ونمشي نحذر الكريمة العرب اليوما بش عملها كريمة بتاعنا اما بدلت فيها شوية حتيت نص اترا حليب في الكروينة نص اترا كهو زوزة فصوص عظم حتيت عليهم زوزة مغار في كبار مليونين انشاء خلطهم هكا بعد زيت لهم شوية حليب من الكروينة معناها بش خلطهم حبيت نصفي الاصفر العظمة ونشاء ونحطهم في الكروينة يدخلتو جي هيك رتبة اكثر وجيك سمحة مزيينة عدا كيكا فيسة فيسة هي راهو تحذر متشدش برشة وقت ونحطها فوق النار التي بردو بيكم ربك تحطوا الكريمة فوق الغاز ما تحطوا هيش على نار قوية ويه نار قوية نار المتوسط ديما بيه يا راه وديما حاجة بركة برشة يقول لي ياني شبي مرقتي مشقار الزيتها شبي منوخيتي مشقار الزيتها شبي منع قرران الزيت يجي كان بالنار الهادية مجيش بالنار القوية انتي كي طيبت في طيارتك كيكا وصيية والحيمة تابت بش تقر زيتها يزمك يا للا تجي في اللخر تقولها هي طاب كل شي هو يبق بق كيه وانتي نقص على نار هادية وتوترا كيفيش يقر ويبدأ الماكلتك وكلها عسل الدنيا كيف كيفين يتوبش نطيب هالكريمة هذية قوية خيميلة هكيكا هو نار متوسطة وانتي في سع في سع تزيدها تحذر على نار ولت بق 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 كيفين هكا وانتي حط لها في طهيتها زبدة حتم غير قياس ما عندكش مش حاجة ليزما زيدا حط سكر فانيليا قسم بيد الزبدة ح sighs ك تضيف ربكيش يجع مريح ب Crawch بوPor وكياس ما رمز أول كيفينت لها ق crochet يجب ان يزيد تنسية 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 تخيل تنسية تقحمل جو تعمل هكا معني ها وكهو وعليا حاسلو اه ثاني هكا تاق ثاني تاقي و تلعف لصنصير تحط زيدا مرة اخرى خالط هذيك وبعد اخر حاجة كريمة يلا لا مبعد زيين بالفوزدق اه بالبندق باللي عندك موجود حتى بالكاكاوية مقلية هكا ومعرجة ومرحية شويها شني قسها شاي حاسلو كل واحدو شنو عندو فالدار لازم كل مرأة حافقة في دويرتها تعرف كيفش تسرف تلقاها مخبية فكل اخزينة الفوق تبيب سافيها ترايف لوس ترايف فوزدق ينعم ينعم كل مرأة هكا دعرفها لازم لازم تبدأ معندها تريكنتها هكا ومن مصروفها من جويبها تبشي تشري وتفرح بيهم ولادها وش معناها هي تبذر لا هي تحب تفرح ولادها هي تحب تمدلهم الحاجة اللي بيها تمد من مصروفها وتمشي تشري لهم اكل حويجة وتحمل لهم بوزة في الدار وتبدأ فرحانة كي بدي ولدها كي ياكلوا في حاجة مزينة صحيح كليمي وليه واللي ما عندوش ان شاء الله ربي يعطيه ويرسقه اما الاغلبية الناس تتفرج على اليوتوب الناس اللي تتفرج على الانترنت ولا تتفرج على الفيسبوك مديم عندك فرجة وعندك فلوس باش تتفرج عليها مديم عندك فلوس تشري 100 جرام فصدق 100 جرام بندق هذا كليمي موجه للناس اللي قاعدة تنبر في كل فيسبوك في اي مكان في في الزوالي ما عندوش الزوالي كان يقعد يتفرج عليها ايني ويخلي ولده وبشر عدهو به وشالله ربي يرسقه وحنا كي نحبه نعمل الخير نعملوه بالكتمين مش بالاشهار وشالله يا ربي يعطينا القوة في اشهار سيدي رمضان نعاونو بلي نقدرو نعاونو بلي نقدرو بلي عنا موجود نفرحو الناس الكل ونعاونو الناس الكل مبعضنا اما مش نجي ايني عاونت ايني عملت ليه والحمدولله كل حاجة في بلاستها ايني كيتكلمني متابعة معايا في القناة تقول لي يا صندصراني طيبتك الحاجة يرحم والديك شخير لي من هكا شنفرح ايني فرحتي كبيرة كيت طيب حاجة وعجينتها جيها مزيينة تبدأ عاملة جو شالله مبروكا مسعودة على بنتي وعلى اختي وعلى امي اللي تتفرج فيها وكا باهي اللي هنيكا هاوات وصلنا للبريكا جينا للبريكا المزيينة اللي بش نحطوها تواع على التاولة حذرت اللي بريكا كما تعرفوا قتلكم جيت حذينا اليوم ساحبت سارة ملمومينة ملتك الروز الجربي ساية طيبت وحذرتو محبتش نوري هو لكم خاتب شي جيني فيديو طويل برشا وديجانتو ما تعرفوه وعملنا ما عملناه برشا مرات حتيتك لخبي زيت حتيتك الشربة زيت دافك الشقيلة وحتيتك لبريكا ذي هو عشي نراه لك الحمد وشكر يا ربي ديما نحمد وربي ونشكروه على هالنعمة لك الحمد يا ربي لك الحمد يا ربي على كل شي اتلمينا اضحكنا عملنا جاو تعاركو كزويز عندي كزويز هنا كل فرو القطوس نسميه هميني كل فرو القطوس كل في دار هيكيك الاولاد يبدأ حاسل وربي يحفظهم وربي هنيني عليهم وربي نجحهم وليدي اللي في تركي نقول لك يا بابا ان شاء الله يا ربي هنيني عليك وربي يحفظك ويرزقك ان شاء الله هكا سحي بيت وحبي بيت تتعاش معهم في شهر سيدي رمضان هكي كخدرك نبدأ ملمومة ان يفتعو لكي من هكا ونقوله لدي يتفرج يتعمل هكا الله غالب اما نقوله يا بابا ركاكا مع سحي بيتك كسحي بيت وسوريين برشا بولدي يتلموت بارك الله ودي ما يصور لي لحشاية مبعاظهم يبدوا حتى في الخدمة واشاء الله ربي يحفظهم بركة ويفرح بيهم وفرحكم انتو مزيدة بولديتكم وتشوفوهم في اعلى المراتب امين يا رب العالمين حسنوا كمانا لعشاية يلي اللي نهايري عاد الراحة اليوم عندي زوزص بيه في الدار ربي يحفظهمك اغسلوا لمحونات وسوريني قاعد نسور فيهم بد اعمل هز نعطي في الاوامريني وقتا كمانا لكويج نمسحنيها كهو ودي حذرت عادة كتبايقو وكهو نمشي وخيتي كلمة تسبيقاتي ونرتاح قريب الراحة ونرتاح شوية ما نكذبش عليك ونتفرج عليك المسلسل وبعد نرقد ونعمل المونتاج متاعي ونقرر القرآن متاعي وكهو هذي كهو نبيته عليه ناسف عليه شاء الله ربي دي ما نعم علينا شاء الله يا ربي شاء الله رمضانا مبلوك مسعود علينا ولا امت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هكهو اي كم نوع البنات خانوشي نحضر عاديني تواكل لتبايق متاعي لحني سارة غسلتك الصحفيات والمعوت وخيريت وبركة من القضية ما توفيش هكهو عملتو بالنعنيع اليوماتي احمر وجيتني زليبيا ولم خارق كي ما تعرفوك الزرست نديلي قبل ما نبدأ ناكل فيه دوية وتقليق هاونا نقدموا برا وسطر الله شو بش نعمل الحمدول الله على كل حال حسيلوا لي هنين بش نبوسكم برشا بوسيت وشو قلكم الليلتكم زينة كانت فرجتوا عليها في الليل وصحة شريبتكم تفرجتوا عليها في النهار هايا كوراج شي هي طيبة ودخل الكوجين هايا وعمل جو في كوجينتك وبدعام لهك كبان كيف ان شاء الله ديما فرحانة وتصنوا وتجول في كوجينتك والطيب وتصنف بكل فرحة وبكل هكه بهجة ان شاء الله اي نخليكم يزي فيها البركة قلكم ان شاء الله نحركوا ببروك ونهاركم اسعد لي نقد نستنى اكيد في تعليقاتكم الحلوة ونقدر رد عليها كيف رب اعطاني القوة رد على تعليقاتكم المزينة وكل لايك المزين بارك الله فيكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة